أعلن مركز الأمن الإلكتروني عن إحباط محاولات تنصت واختراق للأنظمة الإلكترونية لجهات رسمية بالمملكة وذكر المركز أنه رصد محاولات استهداف إلكترونية لجهات سعودية منها محاولات تنصت واختراق بداية من الأول من يوليو الماضي وأشار إلى أن نسبة محاولات الاختراق بلغت 59% فيما بلغت زراعة البرامج 19% وتابع المركز أن التهديد الذي كان يهدف لسرقة المعلومات من القطاعات الإلكترونية وصلت نسبته 5% وتشاركت الهجمات التدميرية ومحاولات التنصت وقطع التواصل في القطاعات الحكومية نسبة 1% وأكد التقرير أن القطاع الحكومي هو أكثر القطاعات استهدافا بنسبة 65% نظرا للعوامل السياسية المحيطة التي تستخدم الهجمات الإلكترونية كعامل التخريب ترجمة نانسي قنقر